اهلا بحضراتكم من جديد فرافع قيمة مكافئة جيانا فاروق بطلة الكاراتي اللي خادت ميداليا برونزية ويرفعها لمستوى قيمة مكافئة الذهبية لانها تعرضت لظلم والكل اجمع على كده فرافع قيمة المكافئة بتاعتها من البرونزية للزهبية ايوة لانها لو خادت حقها هم تعدلوا فدخلين بالجدارة والترجيح الجدارة والترجيح لما كله قدامك واخد انظارين ولعب سلبي يبقى الجدارة والترجيح تروح لمين تروح لك فكانت هي تاخد يا فضي يا ذهبية فطبعا إدراك مجلس الإدارة لأن مش دا الوضع اللي تستحقه دا الطبيعي وأن الظلم كان موسقا فأنصفه نحن شايفينك أنت بطلة الده أحلى من كده الدولة كيف تنظر إلى الأبطال الآل وكيف تحفزهم بصرف النظر عن رفع القيمة المادية وصلت ميدالية دا بمليون ونص لكن القيمة المعنوية تجاوزت كل ما سبق أنت بتتكلم مع الدكتور حسن مصطفى الدولة كيف رأت الدكتور حسن مصطفى وقيمته أطلقت اسمه على منشأة مهمة هذا الدكتور حسن كويس اللي جبت لنا صورة الحقيقة فده نعمل من التخليد يعني مش حدث عابر ينسى لا كل ما الناس هتلعب في قاعة الدكتور حسن مصطفى في صالة الدكتور حسن مصطفى منتنا في ريال اللي هيتسمى اسمها أحد المحاور المهمة اللي خدت الدهب التجمع الخمس فهذا ايه معناه ايه انك انت خلاص اسمها تخلد منشأة كل الناس ريحة جاية حتتذكرها فيها فهذا حافز يجب بأي حافز الدولة تقدر تماما تماما جيانة فاروق استقبال الاهل ليها جيانة فاروق فكرة الاتوبيس اللي كان حكر على اول مرة الاهل اللي عملها في 2006 مش الاهلي الناس عملتها للاهلي استقبل فريق الاهلي لما جينا في كاس العالم 2006 اوتوبيس مكشوف فالحقيقة هذا النوع من انواع التكريم رائع جدا لكن التكريم اللي فيه انك تخلد الانجاز اطلاق الاسم على المشيئات الحيوية او الشوارع المهمة فده يا جماعة حافز واي حافز اللي ايه لأبطالنا ان يخلدوا اسمائهم شكرا